نادي الأهلي كمان فتح باب الاختبارات للبنات عشان تكوين فريق النشاءات لكرة القدم النسائية من موليد 2005 لحد موليد 2009 وبالفعل فيه إقبال كبير جدا على الاختبارات اللي عملها النادي الأهلي بالمجان للبنات يعني طبعا كرة القدم النسائية أصبحت بتحظى باهتمام كبير من الفيفا ومن كل الدوريات الكبرى وبتشوف تطور كبير جدا في كرة القدم النسائية وإقبال عالي عليها في مصر من خلال الفترات الأخيرة دي وبالتأكيد النادي الأهلي هو أساس أي تطور في كرة القدم في مصر وبالتالي هيكون لي دور كبير جدا في الكرة النسائية بكل تأكيد تعالوا بقى نروح لمدخلة مهمة جدا مع الكابتن أميرة يوسف المدير الفني لأكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم النسائية عشان نعرف منها تفاصيل أكتر عن اختبارات النشئات بقى المرة دي كابتن أميرة أهلا وسهلا بيك على شاشة قناة النادي الأهلي أهلا وسهلا بيك يا رب تكونوا بخير ودايما ستبقين قناة نادينا بكل جديد إن شاء الله في البداية طبعا الله يكون فعونك وكل سنة وانطيبة يعني أخير رجع من العيد على الاختبارات على طول فيعني ربي يكون فعونك الفترة دي طمينينا لا لا إن شاء الله كمان بعد الاختبارات هتدخل على مجهود كبير قوي ربنا معاك إن شاء الله يا رب إن شاء الله إيه أخبار اختبارات البنات بقى عشان نشوف المواهب اللي انت شفتيها وهل في مواهب لفتت نظرك بشكل كبير يعني اللعبة الشعبية الأولى في مصر كرة القدم لما تتضاف للبنات أكيد فيه بنات كتير جدا نفسها تنتمي للنادي الأهم في حقيقة أولا طبعا يعني أنا شكل شخصي انبهرت جدا جدا بكمية الأعداد اللي موجودة صرف النظر عن المواهب لسا هنتكلم فيها بس أعداد وإجبال رخيط يومين يعني لو كنتم مزودة لأيام شوية لأ كان الموضوع هيبقى أكبر من كده كمان بالنسبة للمواهب يعني الموضوع غير زمان خالص يعني على أيامنا ما كانتش فيك كم المواهب دي لأ إحنا اختارنا عدد كبير جدا جدا كمرحلة أولى فدي حاجة كويسة جدا جدا بس طبعا أي حد هينول شرف أن هو يلبس شرف الأهل بالناس الموجودة أكيد هيكون ليه مواصفات فنية ومواصفات أخلاقية ومواصفات أدبية وحاجات كتير جدا هتبقى داخلة في الاختيارات يعني طيب إمتى إمتى هتنتهي الاختبارات تقريبا بسوا إحنا انتهينا خلاص من المرحلة الأولى تمام إحنا بس في انتظار كده 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 كبتن شطم على طول متوجد معنا وصفرت معنا الناس بقى في الكطاع عشان عندهم اختبارات الأولاد دلوقتي فطبعا نشغلين في المحظات مستنين بس الموضوع يهدى كده مع الأولاد شوية علشان نبتدي نصاب في باقي البنات مع طبعا كبتن شطم وكبتن بدرجة وكبتن خلال ديبو يكونوا متوجدين يعني في الاختيار النهائية نفق الله طيب هل الاختيار في الاختبارات دي هيكون من الاختبارات بس ولا هيكون فيه دور لبنات الأكاديمية الموجودين بالفعل تحت إيدك الفترة اللي فاتت ما هو دول الأساس يعني أنا عندي بنات الأكاديمية دول الأساس ودول القوام الأساسي والحمد لله أن أنا لما نزلنا الاختبارات وشفنا لقينا أن بناتي مش بعيد تماما بالعكس يعني بنات عندي أفضل بين العناصر حتى الخارجية طبعا كي عناصر كويسة طبعا من المبر بس أنا بتكلم بالمقارنات لا أنا عندي قوام كويس جدا جدا من الأكاديمية بقالنا سنتين شغالين عليهم لا بشكل أساسي أنا عندي بنات من الأكاديمية وإحنا يمكن معلناش على أسانيهم بس يعني بنسبة كبيرة احنا حاطين إدان عليهم طيب إحنا طبعا أنتوا بأسسين واضح أن فيه تأسيس عالي جدا لأن فيه بنات من الأكاديمية راحت منتخب مصر للشباب كمان زي وجان حسين وواضح أن فيه مجهود معمول مع البنات بشكل كويس يعني الأول مرة بنشوف بنات من الأكاديمية في منتخبات النشئين لا يحصل طبعا لكم يعني وانضمت لبعض المعسكرات كمان هي الفكرة أن احنا لما كان المدير الفني كابتا محمد كمان شرفنا مرة في اختام الموسم فشاف عناصر عندي كويسة فهو يعني قالي البنات دي فين ومش ظهرين ليه فأقول طوله طبيعي يعني احنا نبتدين خلاص السنة الجاية نكون مضاوديين في الدوري فهيبانوا بشكل أحسن فطبيعي كان غازب عنه لازم يختار منهم يعني فإن هم فعلا بنات كويسة ما شاء الله طبعا أنتو يعني واضح أن فيه شغل معمول في النشئات زيها زي النشئين بالزبط طيب على مدارة الموسمين اللي فاتوا بنشوف اهتبام كبير جدا في الأهل بنشاطة أكاديمية البنات وكمان فيه اختام كل موسم بنشوف كابتن شاطة وكمان ضيوف زي دكتورة دانيا قدينة الرفاعي عضو اتحاد الكورة طبعا رأيك في كرة القدم النسائية من مصرية بشكل عام في الوقت الحالي وهل فيه تطور الكورة القدم في كل العالم دلوقتي كورة القدم النسائية هي اللي عليها العين هم التارجب بتاع الفيفا أن هي تطور الكورة دي هل احنا في مصر بدأنا نطور فعلا؟ دي حقيقة فعلا وكمان القرار بتاع الاتحاد الأفريكي أنه هو أكبر النوادي أن هي يكون عندها ترق الكورة النسائية علشان مشاركات أفريكية فدي خلاص عملت طفرة كبيرة في مصر بدأنا نسمع نوادي كثير نوادي كمة ونوادي جمهرية بتاعنا النسائية بتتأسس كورة نسائية وده بنسبلنا على أيام نحنا ما كناش نحلم بحاجة زي كده ونا نتمنى الأهدي يعملوا نوادي كبيرة ونوادي جمهرية تعملوا وكل الناس دي دلوقات ياهوب بنشوف أحلامنا وإحنا صغيرين ونلعب بنشوفها هو حقيقة فالمنافسة تبقى كويسة جدا طبعا لصالح الكورة النسائية وصالح البناء وطبعا فيه اهتمام كبير جدا من فترة دينا الرفاعي بالنسبة للمنتخبات بالنسبة للدوريات نتمنى أن يكون عندنا مصيلة أكثر للدوريات اللي هي النشئات عشان عندنا أعداد كبيرة ببنات بيعرفوا فعلا نلعبوا كرة يعني مثلا البنات اللي احنا حتى هنختارهم ما بين المجموعة كبيرة اللي احنا اختارناهم في الفترة الأولى لما نيجي نصطقيهم طب البنات الثانية يع Virgoاءة سيجح ورقا كتير قوية على فكرة ما شاء الله يعني أنت واضح أن فيه تأسيس كويس للكورة النسائية في مصر الفترة اللي فاتت نعم ويقلك واضح أن فيه تأسيس كويس للكورة النسائية في مصر الفترة اللي فاتت جدا ومواهب طلعوا من كل المحافظات وخلاص ما بقاش في حاجة اسمها سعيد ووجه بحري لا الناس كلها بيلعبوا خورة يعني الناس كانوا عندنا من اللؤثر ومنصورة من 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 طنطا من السويس من آآ من اسكندرية مش عايز انسى محافظة بس ناس كتير يعني ناس كتير من كل انحاء الجمهورية كانت موجودة معنا. الثقافة اختلفت يعني اه. فحاجة كويسة جدا جدا جدا. وانا شايسة القطرة جاي هكون فيه فعلا طفرة فنية آآ قوية آآ الله يسمعون بها المنتخبات هتنقلين ولا مين. آآ وان شاء الله كله في طالح المنتخب بإذن التاني. ان شاء الله. هاختب معك بسؤال كده كاس العالم من الكرة القضاء من نسائية في استراليا ونزيلان ده آآ نهاية العام الحالي. توقعاتك لي ايه? لان الفيفا يتوقع ان هيبقى في اربعة مليار مشاهد حول العالم كمان ان شاء الله يتابعوا كاس العالم ده. هتكون فيه مستويات افضل من السنوات اللي فاتت. مدربين كبار زي هارفي رينار مثلا مع مدرب منتخب فرنسا. هيكون فيه شغل في البطولة دي مع منتخبات كبيرة. تتوقع مين يكسبها كمان لو انت متابعة كورا نسائية طبعا اكيد. تتوقع مين المنتخب اللي هيكسبها. بصوا بصراحة انا يعني انا مش بحب قوي التوقعات بس اه موضوع ان هو اه مدارب كبير اه بحجمه طبعا ان هو يمسك منتخب اه اه فرنسا فده بيدي اه اه فرص اللي مداربين كبير ان هي اتفكر في الفكرة دي. فده برضو بداخل في في التطوير اه انا 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 كل الموضوع ان انا اللي بتمنى كله منتخب المغرب يعمل حاجة كويسة جدا وهو دايما مشرفنا. ده لسه متعدلين مبارح تعادل مهم جدا مع سويسرا تقريبا عاملين مور شهائل يعني. لا يعني سخرة ان اول منتخب عربي يكون موجود في كاف عالم فهو احنا احنا وراه الوطن العربي كله وراه ونتمنى يكون اه في المربع الزهبي كده ويعمل حاجة كويسة ان شاء الله بإذن الله زي المنتخب الرجالي بإذن الله. ان شاء الله شكرا كابتن اميرة يوسف شرفتين ونورتين في شاشة قناة النادي الاهلي ونتمنى التوفيق لقطاع الناشئات بقى في النادي الاهلي كمان الفترة اللي جاية.